تلتزم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بتقديم أفضل الخدمات وأشكال الرعاية اللازمة للنزلاء في مجالات عدة من بينها مجال التعليم ومواصلة التحسيل الدراسي إذ تعد حقوق الإنسان ممارسة واقعية وركزة أساسية في العمل الأمني بوزارة الداخلية يمثل الالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان في معانيها السامية محورا أساسيا في تقديم كافة الخدمات وأشكال الرعاية للنزلاء وهو ما تلتزم به الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في إطار تطبيق قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وضمن هذه الحقوق وتلك الخدمات يأتي تمكين نزلاء الطلبة من تسجيل في مختلف المراحل الدراسية وتوفير الكتب الدراسية وتقديم الامتحانات بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم يتم اتخاذ العديد من الإجراءات التنسيقية بين الدارة العامة الإصلاح والتأهيل وعدد من الجهات بوزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة الامتحانات وإدارة المناطق التعليمية بالإضافة للمدارس وذلك لتمكين الطلبة وصلت دراستهم الأكاديمية يمكن أولى هذه الخطوات تقوم إدارة الامتحانات سنويا بالإعلان عن فترة التسجيل المتاحة لهؤلاء الطلبة وإجراءات التسجيل يلي بعد ذلك إبلغ طلب النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بهذه الفترات والإجراءات الواجب اتخاذها طبعا تتمثل الإجراءات في وجود استمارة مخصصة لذلك إضافة إلى توفير بعض المستدالات المطلوبة بعد أن يتم ملء هذه الاستمارات توفير المستدالات المطلوبة تقوم إدارة الامتحانات بالتأكد من استفاء جميع متطلبات التقديم بعد ذلك طبعا يتم تحويل هذه الاستمارات على عدد من المراكز والتي تقوم بتسجيل الطلبة في مختلف المواد الدراسية المطلوبة على الطالب إنجازها في العام الأكاديمي تهدف إدارة الإصلاح والتأهيل إلى أعداد النزلاء وتهيئتهم للإنخراط بالمجتمع بعد انتهاء فترة محكوميتهم ويعد التعليم هو الركيز الأساسية لإصلاح الفرد وغرس روح الولاء والمواطنة والتعليم هو حق تكفله مملكة البحرين لجميع المواطنين وبناء على ذلك تقوم الإدارة تقديم كافة التسهيلات التي تضمن للنزلاء استكمال دراستهم وتقديم الاختبارات النهائية في بيئة مناسبة حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسجيل النزلاء بنظام المنازل وتوفير كافة الكتب والمناهج المقررة على النزلاء بالإضافة إلى تقديم الاختبارات النهائية تحت شراف طاغم تعليمي حبيت في البداية أشكر وزارة التربية على أعطان الفرصة عشان نكمل امتحاناتنا نكمل السنوات اللي راحت علينا وترتيب وزارة التربية ما قصروا وزارة التربية أعطونا ترتيب حلو قدمنا امتحانات وفي النهاية الحمد لله إحنا كانوا نزلاء حصلنا فرصتنا وبنخلص إن شاء الله هاي السنة الثانية أنا امتحاني امتحان كان سهل ترتيب حلو نظام جدا جميل مسوينا والشباب ما قصروا معنا في أعطاننا يعني عطونا فرصة عطونا سهلوا علينا وترتيبهم جميل ورد أشكر أشكر وزارة التربية واللي آيين من وزارة التربية ما قصروا والشكر أيضا إلى المدير العام العميد عبد السلام على الترتيب اللي سواه في الأمور السابقة وأحق الامتحانات والرائد هشام أيضا والملازم والنا الموجود هنا كلهم سهلوا أمورنا والحمد لله إن شاء الله ننجح في الامتحانات ونقع الله صلى الله عليه وسلم كنا احنا في إصلاحات تاهيل لأننا كنا احنا في جامعة مسافرين برع وبعيدين عن الهل وحطين وقتنا في الدراسة والرياضة يعني بعد الرياضة عندنا يعني فنس والله أشكر وزارة الداخلية بتاعتنا يعني فرصة احنا فيه من التعافي ومفلين لنا ملعب حق الرياضة ومكتبة عندنا حق حفظ الدراسة وعندنا مسجد نصلي صلاة الجماعة يعني في أي مناصبة هم يوفرون لنا يعني يعطوني وقت نطلع في الليل وزارة التربية بعد ما يقصرون يعني يبون لنا كتب وهادي واسألة نحل ويعطونا الوقت حق يخبرونا متى عن قدم امتحان وحنا الحمد لله يعني علاماتنا زينة ونشكر إدارة الإصلاح والتاهيل لإيطاحة الفرصة لنا للدراسة توفير الأجواء المناسبة للمذاكرة وتقديم الامتحانات والجهد يشكرون عليه والقائمين من وزارة التربية والتعليم أيضا يستحقون الشكر ما قصروا بيهم يبقى الحق في التعليم أحد حقوق الإنسان الرئيسية والذي يندرج ضمن قائمة ممتدة من الخدمات المقدمة للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل انطلاقا من أن الالتزام بحقوق الإنسان عمل ثابت وممارسة واقعية وتمثل ركيزة أساسية في كافة مستويات العمل الأمني